اشتركوا في القناة 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 نجموا احنا اليوم في الباجية في انتظار تفعيل المشاريع الصحية المعطلة نخلقوا هيكل دائم مهمته الوحيدة تحسين الخدمات الصحية في باجة وفي الموضوع هذا احنا نعرفوا مليح كيفاش نجيبوا التمويلات والشراكات من الداخل او من الخارج اذا السناعات التحويلية الماء الصالح للشراب للجميع مستشفى متعددة الاختصاصات نسيج اقتصادي متنوع يربط الفلاحة بالصناعة والثقافة والسياحة هذا برنامجنا اللي من نجم ننجح فيه كان بدعمكم وبتسويتكم الي خولة ما توصي رقم واحد وبدون اوهيم عندي معرفة كبيرة بتريقة اخذ القرار في تونس بحكم مسيرتي الجميعية والمهنية وتكويني في مجال العلوم السياسية قادر انقدم الاذافة للبرلمين عموما والبيجة بتفخاصة بناء تونس جديدة ممكن مستعدة ومتحمسة لخدمة بلادي خولة ما توصي رقم واحد شكرا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا ابو ثينا الغانمي استاذة تعليم ثانوي مترشحة للانتخابات التشريعية عن دائرة بيجة الشمالية اتوجه بالخطاب لابناء جهتي راجية ان ينال هذا البرنامج الانتخابي الذي ساعرض عليهم استحسانهم وان يكون في مستوى تطلعاتهم هذا البرنامج الانتخابي الذي ساسعى لتحقيقه هو يرتكز خاصة على العدالة والديمقراطية الاجتماعية ومن هذا المنطلق فانني ساعمل عبر المساهمة بدوري التشريعي والرقابية نحو مزيد الدفع الى تحسيني الظروف الصحية والاجتماعية والمادية للفئات الاجتماعية الهشة من ذوي الاحتياجات الخصوصية وايضا فيقدي السند وساعمل ايضا من منطلق هذا الدور التشريعي ورقابي نحو تحسين ظروف العمل الفلاحي وتحسين عيش متساكنية الريف كما ساعمل من منطلق ذلك الدورة على القطع مع منظومة العمل الهشة ويجاد حل لملف عمال الحضائر فضلا عن الدفع نحو تحسين ظروف الاستشفاء والجانب الصحي للجهة خاصة وان جهتنا تفتقدوا للمستشفى متعدد الاختصاصات هذا عن المستوى الاجتماعي أما عن المستوى الاقتصادي فساعمل ضمن المساهمة بالدور التشريعي والرقابي نحو تحسين المستوى الاقتصادي وذلك بالاهتمام بفلاحين وخاصة صغار الفلاحين ومزيد تشجيعهم على الانتاج وتجويد هذا الانتاج كما ساعمل على استغلال الأراضي الدولية التي لم تستثمر وتستغل في بعض مشاريع وتنصيب منطقة صناعية تستجيب لي ما توفره المنطقة أو الجهة من ثروات الفلاحية وغيرها كما ساعمل على استغلال الفضائيات المهملة وبعث مشاريع صغرى للعاتلين عن العمل هذا فضلا عن الدور الذي سأقوم به في مجال البنية التحتية فسأدفع نحو تحسينها من ذلك تحسين الطرقات والمسالك الفلاحية وإنشاء مستشفى متعدد الاختصاص فضلا عن إنشاء مصرح يستجيب ويحتضن التظاهرات الثقافية والمهرجانات التي تنظمها الجهة في الأخير في الختامة تقبلوا أبناء جهة الأعزاء تحياتي والتقديري أرجو أن يكون هذا البرنامج الانتخابي مستجيبا لتطلعاتكم وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة